السادة والسيدات أهلا وسلام بكم جديد رأس خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسود حافظه الله الجسد التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة واستهل يده الله الجسد بالشكر والحمد والثناء لله عز وجل على ما أسبغه على المملكة ومواطنيها من نعم جمع منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وقال نحمد الله جل وعلا على ما تشهده بلادنا من تطور ونماء متواصل ونستذكر بمناسبة اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز الإنجازات العظيمة التي حققها الوالد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله لتوحيد هذا الوطن وإرصاء دعائمه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مختلف جوانب الحياة وما حققه أبنائه الملوك البررة من بعده من مواصلة التطوير والنماء حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه المملكة ولله الحمد تفتخر بما تحقق لها من وحدة وطنية ومكانة دولية مرموقة متوجة بخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية بعد ذلك أطلع يده الله المجلس على نتائج مباحثاته مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفقت تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة كما أكد المجلس أن صدور الأمر السام الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة يعد امتدادا لما يوليه الملك المفدى من رعاية واهتمام بأبنائه المزارعين في مناطق المملكة وبين معالي أن مجلس الوزراء ثمن صدور الأمر الملكي بالموافقة على منح أوسمة لمائة وتسعة وتمانين من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوب وزارة الدفاع ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيه باطلاق صراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت اعصارهم في محافظة الطائف وثمن المجلس تبرع سمو ولي العهد بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن ورعاية سموه أشواط الخفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء طلع على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلساته وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الموافق عليها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات ثانيا قرر مجلس الوزراء تفوض معالي وزير التجارة والاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية ثالثا التباحث مع الجانبين العراقي والبنيني في شأن مشروعي مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة وكل من وزارتي خارجية جمهورية العراق وجمهورية بنين رابعا التباحث والتوقيع على مشروع ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية في المملكة وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي خامسا التباحث مع منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات الوثائق والمحفوظات سادسا قرر مجلس الوزراء نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتمر العربي من مركز الأمير سعود الفيصل لإبحاث الحياة الفطرية بالطائف إلى الهيئة الملكية لمحافظة العولى وضم المواقع التراثية والثقافية بمحافظة خيبر إلى نطاق عمل الهيئة الملكية لمحافظة العولى ومسؤولياتها سابعا قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل لمؤسسة البريد السعودي لعضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية ثامنا قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق تاسعا وافق مجلس الوزراء على تعيين يوسف بن عبدالله البنيان ونبيل بن عبدالله الجامع والدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ لمدة ثلاث سنوات عاشرا الموافقة على تعديل البند رابعا من نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوة جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة ولا تسمع بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به الواردة في ذلك البند حادي عشر وافق مجلس الوزراء على ترقيات المرتبتين الخامسة عشر ورابعة عشر وذلك على النحو التالي واحد ترقية علي بن عبدالله بن محمد الدعيليج إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الخامسة عشر بالمحكمة العليا اثنان ترقية عبدالعزيز بن زيد بن حمد الزيد إلى وظيفة مستشار للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الداخلية ثلاثة ترقية مسفر بن أحمد بن مسفر الوادعي إلى وظيفة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الشؤون البلدية والقروية أربعة ترقية ناصر بن علي بن سليمان الحواس إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية خمسة تركية عبد العزيز بن محمد بن حميد الخويطر إلى وظيفة مدير عامل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية ستة تركية علي بن ناصر بن علي السنيدي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية سبعة تركية حسن بن محمد بن عبد الحربي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة المالية واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول عماله من بينها التقارير السنوية لكل من وزارتي الداخلية والحج والعمرة وهيئة المدن الاقتصادية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن عوام مالية سابقة وقد حط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رأى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة الاسعود في قصر السلام بجدة اليوم صحاب السمو والأمراء والفضيل العلماء والمعالي وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه رعاه الله وتشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ايده الله وقد انصت الجميع لتلاوة ايات من القرآن الكريم حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي المير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي وصاحب السمو الأمير متعب بن سعود بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبد الله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن هذلول وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ممدوح بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن فيصل بن تركي الأول وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل ومارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أكيل محافظة جدة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالدوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لسعود حافظه الله اليوم حفلة تدشيني قطار الحرمين السريع وفور وصول خادم الحرمين الشريفين عزف السلام الملكي بعد ذلك أنصت الجميع إلى تلاوة من القرآن الكريم ثم شهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضا مرئيا عن قطار الحرمين السريع ثم شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لسعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى السادس والعشرين من سبتمبر لبلاده وعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكر السادس والعشرين من سبتمبر لبلاده هنأ فخامة رئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة العربية السعودية جاء ذلك في بيان أصدرته سفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة حيث أكد البيان أن فرنسا تعتعد المملكة شريكة تاريخية من الدرجة الأولى وأن توعية حوار الدولتين حول الأزمات الكبرى التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط هي بمثابة عنصر تمين من أجل العمل لعادة الاستقرار إلى المنطقة وجاء في البيان أن فخامة الرئيس الفرنسي يتطلع إلى زيارة المملكة وأن تكون الزيارة حدثا بارزا في العلاقات الثنائية بين البلدين وترتقي إلى مستوى استراتيجي لإنجاز بعض البشاري أحلى سيما في القطاعات الاستراتيجية والتقنية والاقتصادية والتقافية والعلمية نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تشرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم بغسل الكعبة المشرفة عفور وصول سموه قاموا مرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم الممزوج بماء الورد ومسحج ضدرانها بقطع من القماش المبللة بهذا الماء عقب ذلك طاف سموه بالبيت العتيق ثم أدى ركعتي الطواف شارك أمير منطقة مكة المكرمة في غسل الكعبة المشرفة عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة أسدنة بيت الله الحرام ورؤساء الدوائر الحكومية وجموع من المواطنين وقاصد بيت الله الحرام من جهة النثانية فستح أمير منطقة مكة المكرمة مسأمس ورشة عمل الهوية الحضارية والطابع المعماري لمدينة جدة بعنوان الهوية العمرانية والمشهد الحضاري وهوية مدينة جدة الترميز الحضاري تهدف رش العمل إلى تثبيت هوية محافظة جدة للانطلاق نحو وضع الأسس والبرامج والمشروعات بما يحقق أهداف القيادة الرشيدة التي تعمل من أجل رفعة الوطن بكافة مناطقه ومدنه رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عصير مسأمس فعالية طلع وطنية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الثامن وثمانين أذلك في شارع الفن في مدينة أبهى وفور وصول السمو أعطى شارة البدء لانطلاق القافلة الوطنية عقب ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة حيث شهد أمير المنطقة والحضور العرضة الجنوبية وعرض الطبول الطائرة كما شهد الحضور فيلما عن تاريخ المملكة ومراحل التنمية والتطوير من جانب أخرى كد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عصير على همية بدل المزيد من الجهود لإيجاد مشاريع سياحية نوعية تخدم المنطقة وأهلها وإيجاد فرص عمل للشباب والشبات مع الاهتمام بالأماكن السياحية وسبل تطويرها جاد لك خلال لقاء سمو اليوم صاحب السمو الأمير منصور بن سعد مساعد أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية عضو مجلس الرقابة السياحية يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السياحية بعصير علي العسكري دشان صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدا انطلاق جائزة جدا للإبداع العام الحالي ضمن ملتقى مكة قافي الثالث تحت شعار كيف نكون قدوة وذلك بمغر جامعة الملك عبد العزيز وتشمل الجائزة في نسختها الثانية المجال الحكومي ومجال الحج والعمر والمجال الأمني والمجال المجتمعي الربحي وغير الربحي ومجال الأفراد وأوضح سمو الأمير مشعل بن ماجد أن جائزة جدا للإبداع تقدر العمل المبدع والرؤية الجديدة عشرين ثلاثين وكل مبادرة سواء حكومية أو خاصة أو فردية تسهم في تطوير ونمأ مدينة جدا شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة الأهالي بالاحتفاء بالفعاليات لليوم الوطني الثامن والثمانين بالحي التراثي في حديقة الملك فهد ودشن سمو الحفلة بخط كلمة التوحيد على لوحة أحبك يا وطني بعد ذلك توالت فقرات الاحتفال بالعروض الفلكلورية والرقصات الشعبية كما أطلقت الألعاب النارية التي أضاءت سماء الحي التراثي في المدينة المنورة نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جزان تعازية وموساة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وتعازية أمير منطقة جزان لذوي كل من الشهداء العريف علي بن محمد علي وحيشي من منسوب القوات المسلحة بجزان والجندي أول سالم بن محمد حسن سحاري والجندي أول علي بن محمد حسين حمدي والجندي أول رامي بن علي أحمد الأمير من منسوب حرس الحدود بجزان الذين سشهدوا دفاعا عن الوطن بالحد الجنوبي وعبر السمو خلال تقديمه العزاء لأسر الشهداء في محافظة أبو عريش عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء داعيا الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته مؤكدا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مغرين بن عبد العزيز نائب وامير منطقة حائل اليوم كلا من اللواء عبد العزيز العضاد بمناسبة تعيينه مديرا للدفاع المدني في منطقة حائل واللواء ناصر النهاري مدير الدفاع المدني في المنطقة سابقا ونوه السمو خلال اللقاء بما توله حكومة خدم الحرمين الشريفين من دعم سخيا لتطوير كافة الخدمات ومنها خدمات رجال الدفاع المدني في كافة مناطق المملكة معربا عن شكره لللواء النهاري على جهود طيلة عمله في المنطقة ومتمني لللواء العضاد مزيدا من النجاح ومواصلة الخدمات بكفاءة وتمييز احتفل هلي منطقة الباحة بذكر اليوم الوطني للمملكة الثامنة والثمانين وذلك بمنتزه غابة رغدان لمعرفة المزيد دعونا نتابع هذا التقيير الذي عده زميلنا خالد ربيع من الباحة وطن صمام الأمان فيه سلمان ورؤيته محمد وطني وطن الانتمام وإنسان الولاء موطن الجمال له في أعناقنا كل جميل رحم الله الملك عبد العزيزي الذي وحد أمام ملكتنا بآمن ومان وطاعة رحمن حب الوطن إحساسي لحجائي أنا عبد نونة لوم مغال محسوب وطن المل يرتدي ثوب الفرح في يوم الفرح الباحة تتراقص فرحا البشر والشجر وراية التوحيد التي ترفرف أمنا وأمان قبلة الإسلام تستحق أن يفرح لها الجميع فرحة نراها في عين الكبير والصغير دامت أفراحك يا وطني العزيز وأطال الله عمر سلمان بن عبد العزيز طول الله عمر سلمان سلمان العرب خادم البيتين مكة وطيب العجب أشهد إن الله عطا وأشهد إن الله وهم الفخر والعز من حق طل أرض اللي تشهي لحزها سلمان بن حد أقام سجن المباحث العامة في محافظة جدة احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الثامن وثمانين تحت شعار نفتا كيوطن النزلاء أشاد بالدور الكبير الذي تليه الدولة تجاه النزلاء من خدمة ورعاية وحفظ للحقوق نتلنا في هذه المناسبة الغالية من كشف اللثام عن تلك المنطقة التي لا يفكر بها أحد ما الذي نريد كشفه هو حجم التلاحم وقوة الولاء التي تفيض بها قلوب نزلاء سجن المباحث تجاه وطنهم نحن طبعا في مكان يعني مكان ما هو اعتياد كثير لكن في وسط هذا المكان الحمد لله يعني قلب وحضن الوطن كبير فالمسؤولين هنا الله يزاهم خير قالوا لنا هذا عاد يومكم عبروا فيه عن اللي يدور في خاطركم وفي قلوبكم الحمد لله اليوم مساوين أبريت عن الوطن مساوين مزمار اللي هو المزمار الشعبي طبعا معروف في الحجاز لذلك أقام سجن المباحث العام احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن فكان لهم إسهامات ولفتات يعبرون بها عن فرحتهم نحن نحتفل باليوم الوطني وطبعا نحن نهني ملكنا ملك الحزم والعزم والعاهد عراب الرؤية ونهني طبعا إدارة السجن وإدارة الوقت أنهم سمحوا لنا نحتفل بهذا اليوم العظيم نشكر الحكومة قيادة وشعبا وحبهنيهم بمناسبة العيد الوطني الثامن والثمانين إن شاء الله والله يدوم علينا عزة الأمن والأمان إن شاء الله يا رب وما أنسى أخواننا الأبطال البواسل اللي مشاركين في حد الجنوبي الله ينصرهم يثبتهم إن شاء الله وحبني أشكر كل من قام على الفعاليات الموجودة هنا هذا الولاء الساكن في قلوب نزلاء لم يأتي من فراغ بل كان مبعثه حث المملكة على حفظ حقوق جميع المواطنين بما فيهم أولئك الذي يعيشون خلف القطبان العدالة جاههم أشعلت قلوبهم تضامنا وتلاحما منال عثمان جدة فاصل قصير نتابع بعده نشرتنا أهلا بكم جديد شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير في اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة المخدرات والذي عقد برئاسة الرئيس المركز دونات ترامب في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على همش أعمال الجمعية العامة للدورة الثالثة والسبعين كما شارك معاليه في قمة نيلسون مانديلا للسلام والتي تركزت على السلم العالمي في ذكرى مرور مئة عام على ميلاد نيلسون مانديلا من جانب أخر بحث معالي وزير الخارجية سبول ترصيخ التعايش والتسامح ومكافحة التطرف ورساء التعاليم المفيدة والاحترام المتبادل بين مختلف الأديان وذلك خلال ندوة مفتوحة لعرض النموذج البحريني في التعايش والتسامح الديني بعنوان نحو مجتمعات سلمية شاملة التي نظمها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وقام معاليه بزيارة لمعارض مملكة البحرين المصاحب لأعمال الجمعية العامة الذي يبرز دور البحرين في تعزيز التعايش والتسامح بين الأديان أعلن معالي الرئيس العام للهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل التقفي نجاح المملكة بمقعد لجنة العاصير بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وهي لجنة معتمدة من المنظمة وتضم خبراء في العاصير المدارية من جميع دول الحالم ويأتي انضمام المملكة نظيرا لجهودها وخبرتها في مجال الأرصاد على المستوى الإقليمي وكذلك جهود الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنأى مرور إعصار ميكونو على بعض دول المنطقة واختيار المنظمة العالمية للأرصاد جدة كنقطة اتصال للمتابعة يذكر أن المملكة عضو مؤسس لمنظمة الأرصاد العالمية وتمثل إحدى الدول المؤثرة في المنظمة كونها عضو للمكتب التنفيذي للمنظمة وفوز المملكة بمقر مركز إقليمي في جدة لتبادل نشرات الأرصاد الجوية بين 14 دولة أقيم في مدينة الرياضة المؤتمر السنوي الثاني للغذاء والدواء والذي يهدف للارتقاء بالصناعات الوطنية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية حيث شاركوا فيه 180 متحدثا من 27 دولة وعرض أكثر من 50 عرضا علميا في مجالات الطب والصحة العامة والغذاء وكذلك الدواء نتعر المؤتمر السنوي الثاني للغذاء والدواء تجمع سنوي تقيم الهيئة العامة للغذاء والدواء انطلاقا من رؤية السعودية 2030 للارتقاء بالصناعات الوطنية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بهدف ضمان حماية المستهلك وسلامة المنتجات قبل عدة أيام أطلقنا بعض الغذاء الصحي والذي إن شاء الله نهدف إلى أن يكون كل ما يتعلق بالغذاء منها شفافية تكون أعلى السرارة الحرارية ستطبق إن شاء الله في بداية العام القادم في المطاعم والمقاهي أيضا تقليل السكر وتقليل الدهون وتقليل الأملاح في جميع الأغذية هذه أحد المستهلكات تقوم عليها المعرض المصاحب للمؤتمر يعرض فيه المنتجات الغذائية والدوائية لتوضيح الجودة وعرض آخر التقنيات الطبية والغذائية للمستهلك المؤتمر منصة للمتحدثين والمهتمين من جهات متعددة نطبح من خلال المنصة هذه أن تكون فرصة لرفع المستوى العلمي لدى العاملين في الجهات الرقابية على الغذاء والدواء لتحقيق سلامة الغذاء والدواء لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لا تكتمل الرقابة المجتمعية إلا من خلال معرفة حقوق وواجبات المستهلك فالتوعية أولا والإيمان بدوره في العملية الرقابية محمد لتيبي الرياض وزع مركز الملك سلمان للغذة والعمال الإنسانية اليوم ألف كرتون من الطمور في مدرية المسيلة في محافظة المهرة شرق اليمن حيث يستفيد من هذه المساعدات أكثر من ستة آلاف مواطن يمني وإتذلك من المشاريع التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء امتدادا للمشروعات الغذية والإنسانية التي يقدمها المركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها في شأن اليمنية تستعد قوات الجيش الوطني لشن عمليات عسكرية على تجمعات الحوثي في الحديدة وذلك استمرارا لعملية التمشيط التي تقوم بها القوات الوطنية بدعم من التحالف العربي في المنطقة استعدادات عسكرية للجيش اليمني في عدة محافظات يمنية إذ يسعد الجيش من تنفيذ عمليات قتالية ضد الميليشيات الإنكلابية الحوثية والقريبة من مركز التنمية الساحلية بمحافظات الحديدة وأفاد المتحدث باسم الجيش اليمني أن استدعاء القوات الخاصة يأتي بالتزامن مع سيطرة القوات على منطقة الكيلو 16 والتحكم في الطريق الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء ومنع التسلل المتكرر لميليشيات الحوثي والتطهير المديرية من عناصر الميليشيات إضافة إلى سيطرة الجيش على معسكر الدفاع الجوي الذي يقع الشرقية الحديدة يأتي هذا التحرك العسكري في الحديدة في الوقت الذي صدت فيه قوات الجيش اليمني هجوما شنته الميليشيات على المنطقة الجبلية القريبة من مديرية التحيتة والمحاذية للخط الرئيسي شرقي المحافظة لتأمينه من الإنقلابيين وقطع خطوط إمداداتهم للمحافظة في قبالة سواحل مدينة ميدي بمحافظة حجة شمالية غرب البلاد تمكن الجيش اليمني من العثور على ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي بدعم من النظام الإيراني يأتي ذلك فيما كشفت قيادة التحالف العربي عن وجود سفينة حربية إيرانية في البحر الأحمر ومنذ فترة طويلة مسجلة على أنها سفينة تجارية تستخدمها ميليشيا الحوثي كغرفة عمليات عسكرية للتنسيق والتوجيه الحكومة اليمنية الشرعية دعت المجتمع الدولي للتحرك لوقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة طالب وزير خارجية خالد اليمني المنظمات السياسية الدولية الشجبي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين خادم الحرمين الشريفين رأس جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين استقبلوا أصحاب السمو والأمراء والفضيل العلماء والمعالي وجمعا من المواطنين خادم الحرمين الشريفين رأى خفلة تشيني قطار الحرمين السريع خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد والنئاني رئيس الجمهورية اليمنية بذكرى السادس والعشرين من سبتمبر لبلاده الشكر وثناء جزيلة لكم مشاهدين على كرم الإصغاي والمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة